اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى وفي اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة ولكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة بستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بدكو تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بيمشي لشريط لحد ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجو بسمع برجو وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس اه ستة الشهر ستة ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا اه هو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل فيه لغاية فجر يوم الاثنين اه هاي كل هالفترة اللي هي سبت واحد واثنين اه لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل اه الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوكل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوكل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفايصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بدو يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة وإلها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش يلعب بالعاصير يلعب بالبركين يلعب بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت بتحكي خلينا نروح على توقعاتنا للابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الاسد طبعا بما انه الشمس وعطارد الان موجودات عندك في بيتك الاول فعشان هيك الفترة هاي بتبلش تحس بالمعنويات اعلى ثقتك بالنفس بتصير اكبر قدرتك على انجاز المهام بتصير جيدة جدا نفسيتك بتبلش تطمئنه ترتاح بشكل واضح تتجاوز كثير من العقبات وعندك رغبة انجاز كثير من المهام بالفترة هاي وطاقة عالية جدا لتحقيق مكاسب اهمش انك تستغل الفترة هاي بشكل قوي جدا عشان الامور تصير لصالحك بشكل كبير سرعة البديهة عندك عالية وقدرة الاقناع عالية والفكر نشط بشكل خرافي اما بالنسبة للوضع اللي بيتعلق في بيتك السادس طبعا وهذا الجدي فعشان هيك هذا بيت الاعلاقة بالعمل والاعلاقة بالصحة صحيح ان الجدي موجود في المشتري موجود في زحل موجود في بلوتو وبتراجع الثلاثة وبشكل زوايا برضو سلبية مع المريخ الا انه بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالعمل او عمل جديد او فرصة بعمل جديد او تطوير عمل معين ممكن تهتم بعلاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل او يكون فيه تواصل ما بينكم او عمل مشترك الاهم انك ما تتقاعس عن تأدية واجباتك واعمالك بدك تكون حذر ما تخلي الارتباك يأثر عليك مركز بشكل جيد ما فيه داعي للاخطاء بالفترة هاي عشان تستفيد وتكسب من هاي الاحداث برضو بالمقابل بدك تراعي وضعك الصحي وخصوصا تقلبات الصحية اللي ممكن تحدث من وقت لاخر وخصوصا بيتواجد القمر في بيت متاعب او في بيوت مش حليف لائلك فحاول تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو بالمقابل اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت الثامن اللي موجود فيه نبتن وبيتراجع ولكن نبتن مزاجه ممتزج بالفترة هاي فهو بعزز نقاط الها علاقة بالقروض والديون وبرضو امور الها علاقة بجدولة الحسابات والاهتمامات بامور مالية الها علاقة باموال مشتركة اللي هي اموال ممكن بتعود للزوج او للزوج او دعم معين او ممكن اموال ما بتعود لك ممكن ترجع لك ممكن اشياء الها علاقة بتحصيل ديون لا اليك ممكن تجد اشياء كنت فاقدها بالفترة الماضية او تحل مسائل كانت معقدي الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او مسائل الها علاقة بالميراث الفترة هاي بس بتطلب منك الاجتهاد الصح وتكون جاهز اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ ما زال موجوده تأثيراته سلبية هو بيدفعك بجراءة كبيرة على مستوى التواصل مع اشخاص خارج البلاد او التعرف على اجانب او على علاقات مع اشخاص يعني شوي بجنسية مختلفة عنك تدفعك للدراسة او للرغبة او النهم بالاطلاع على بعض المسائل اللي الها علاقة بعلم معين او اشي فكري او رياضة معينة او هواية معينة او امور الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية الا اهم انك تكون جاهز ومستعد لانه المريخ بطبيعته بعض شوية سلبية فممكن يأثر على اي مسألة من المسائل اللي احنا ذكرناها في مور البيت التاسع فعشانيك بدك تكون حذر وبرضو في الفترة هاي ما بنصحك لرفع قضايا قضائية واتجنب انه يرتفع عليك قضايا قضائية او تصل القضاء في بعض الاوقات اما بالنسبة الى بيتك العاشر طبعا احنا بنحكي عن اورانوس اورانوس كوكب المفاجآت موجود في بيت حساس جدا لايلك هو بيجيب مفاجآت فيا بيجيبها مفاجآت سارة يا بيجيب مفاجآت مش سارة وبيتك العاشر هذا الو علاقة بالعمل والو علاقة بسمعتك ولا علاقة بمعارفك وعلاقاتك يا هذا بيت برفعك وبيسوي سمعتك باعلى القمة وبيجيب لك الشهرة يا اما بيجيبك من اعلى السلم لاخر السلم فعشان هيك بدك تكون حذر من تقلبات اورانوس على مستوى العمل مستوى علاقاتك مع زملائك رؤسائك بالعمل انجاز اعمالك بشكل كامل تهتم بتوظيف اعمالك بطريقة عقلانية ودراسة حاول تراجع دائما المختصين في اي مسائل ما تاخد الشيء على العمية هيك انك انت بتقدر تنفذ الامور لانه ما بتعرف ايش المتخبي وممكن بعضكو ينجز انجازات يكافأ عليها او يكون له ترفيع او يكون له شيء من مصلحته انه يوصل له اما بالنسبة للزهرة اللي في بيتك 12 طبعا راح تعزز من ثقتك بالنفس تدعمك شوي على مستوى العمل تعطيك شوية حضوض وبرضو بتدعمك على المستوى الصحي فعشان هيك ممكن انك يعني تحصل بعض الامور العملية او التكريمات او انه تحس في ملاك حارس بيحاول انه يساعدك في بعض المواقف اللي ممكن تكون مربكة اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء اللي هو الامس القمر صار موجود بالحوت ورح يستمر فيه حتى ظهر يوم الجمعة بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر الشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية سارع الى تصحيح الاوضاع اظهر انفتاح اكبر على اراء الاخرين تسعى لتصحيح مسار بعض الامور تتكيف مع الاوضاع الراهنة وكون صبور حاذر من تراجع صحي من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الحمل حتى فجر يوم الاثنين بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع الاجانب او اشخاص من خارج البلاد يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة اظهر تعاون اكبر مع الاخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر اهمش انك ما تستسلم وما ترضخ للشروط اللي ما بتناسبك ناقش بمنطق من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالثور حتى عصر يوم الاربعاء الفترة هاي بتصير مناسبة للي بيبحث عن عمل او بيرغم في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن تحمل لك قلق حول احد افراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية او عبئ مهني اهمش انك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بكون فيه نوع من انواع الصعوبة من عصر يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث وبتشارك بفعلية عالية جدا من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بتكون ديروا بالكو لانه بسيطر عليكو التعب بالفترة هاي انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما بتحمل بعض الخسائر والفشل او المرض خلال هذه الفترة ممكن تفشل اعمالك في حصد النجاح ويخيب املك لتأجيل او لالغاء في اللحظات الاخيرة فبداك تكون مهيئ انك حاول تنجز من بداية الاسبوع اعمالك كاملة اللي نهاية الاسبوع تكون جاهز انت اللي لو لو اخدت اجازي او انك كنت منجز مطمئن بالك من بعض الامور اللي راح تكون لمصلحتك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اترككم في رعاية انت اشهد ان توقعامونا اشهد انت